مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنرى Super Global PHP Post رأينا في الدرس السابق Get يمر لنا يعطينا لزم المعلومات تمرير المعلومات بواسطة الـ URL لكن البوست لا لا يمرر المعلومات عبر الـ URL يبل يمررها ولا نرى البوست أجمل وأكثر مأمن على سبيل المثال لنقوم بكتابة لنغلق كتب PHP ونكتب HTML على سبيل المثال لنكتب Form الفورم الخاصة الأكشن نقوم بكتابة $PHP نقل $ server ونكتب هكذا PHP يرجعنا فقط إلى مكاننا الذي نتواجد فيه PHP self أي يعطينا في المكان الذي نتواجد فيه فقط والمثال هنا كتبنا في الترسي السابق المثال هو get لكن المثال في هنا سنستعمل البوست بوست بوست نقوم بإنبوت إنبوت طيب تكست نعم نسميها يساوي أمفرميشن أمفرميشن نقوم بكتابة هنا أمفرميشن ونقوم بكتابة هنا بإغلاء الرجوع إلى السطر ونقوم بكتابة إنبوت تانية تانية مثلا نسميها طيب تكست أيضا نايم 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 عنوان الانفرميشن التي نعطيها هنا نقوم بكتابة تايتل تايتل وهنا نقوم بكتابة بئر بئر أخرى ونقوم بكتابة إمبوت إمبوت تايب سابميت ميت عندما نقوم بتمرير البيانات بالواسطة ميتود بوست عندما نضغط على سابميت عندما نضغط عن سابميت يمرر البيانات بواسطة الميتود بوست السيف لنظهر الى البروزر الخاص بنا نقوم نرى ماذا يجري اوكي اه جيد هنا عندنا اسم هنا وهنا سابميت ننضيف بئر أخرى لكون أفضل بئر أخرى للسطح سيف رجوع جيد للغاية هنا نكتب مثلا اي شيء تيست هنا نايم تيست هنا ترى انه الانفرميشن لم ترمر عبر هذا هو امية الميتود بوست وعندما نريد ان ان نظهر الانفرميشن نقوم بكتابة اه كوت بي اتش بي بي اتش بي نقوم بكتابة ايكو ونعطي دولار بهذه الطريقة اه تيري بوست ونقوم بكتابة اه اسم هذا النايم الذي اعطينا مثلا نقوم الفرميشن كنترول سي كنترول في نقوم بكتابة مثلا هكذا نقوم بكتابة اتش تري كوت اجتم ال عفوا نقوم بكتابة انفو ما شن ايز دوبان هنا كونكاتينايشن ضرورية مع كونكاتينايشن اخرى اللي رجوع الى السطر ب ر و مع ايكو اخرى كنترول سي كنترول في ونبين فيها الطايتل لاحظوا اننا نأخذ نايم اسم الخاص بالانبوت كنترول ب ونقوم بكتابة اف اف دالة شرطية لاننا اذا لم نقوم بها سيظهر لنا ارر لانه في الاول لا يعرف ما هو اا دولار بوست قبل ان نقوم بصميت نقوم ب كنترول كنترول زيد نقوم اف اسيت اذا تم تحقق هذا الشرط اي اسيت دولار نقوم ب بوست بوست نقوم بكتابة ماذا نضعه هنا ماذا نضعه هنا نضعه سيظه ميت نقوم هكذا اجمل لاننا لن نقوم بكل مرة ناخد فقط سميت نقول ب سميت اذا تم الضغط على سميت فقوم بالعملية التالية يعني اذا وجدت هذه اذا لم تجد فلن يظهر لنا الكود لنذهب مثلا تاست 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 وهنا سميت افان هنا لك غلط ما كنترل س لا اعرف ما والغلط يعداد تاست 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 يجب تاست ام افان افان او اعرف مشكري و عطل س او ب انتر شجح بعد اثناء تاست و نو تعكب 건 شجح خواه ما يقوم به هنا بم دابليو سميت انفرميشن از كار اه انفرميشن از كار تايل نقوم بكي ما يتابع هنا تايل 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 والجميل في الامر ان البوست يقوم بتمرير البيانات ولا يظهر انها في الاريل هذا هو ما يقوم به اه اه دولار بوست جيد للغاية شكرا على حسين المتابعة الى لقاء الى درس قادمين ان شاء الله